بابا لاش تهريك بقى يا أشرف بقى ودهم الفلوس بابا اوزاق محمد الفصل كله يا بابا مشترك في المسرحية اه وعايزين مننا كل واحد فينا هيجيب زي رسم كده زي زي الجيش حاجة حلوة ان المدرسة تشجعكوا كده ان انتوا تطلعوا حاجة كده زي الجيش كده والشرطة وتطلعوا كده مسئولين وتخافوا عن البلد بتاعتكم وعايزين مننا كل واحد ستمائة جنيه بس مشكلة مش مشكلة يعني ان انتوا ما تروحوش اليوم ده يعني عادي عشان الصحيان بادري يعني كده والتمثيل ارهاق برضو ليكم انت مش لسه يا بابا اقل ان هو حيل وجميل ومثلهم وحاجة حيلو ان انتوا تدفعوا عن البلد اه طبعا تدفعوا عن البلد برضو وتاخدوا راح تاخدوا راح اخدوا الراحة اليوم ده من المدرسة يعني ما تتعبوش نفسك ويعني عميل بروفات معهم وكل حاجة لكن مش هنشتري لبس ولا حاجة ولا هنروح اليوم بتاع التمثيل ده وفي ايه اشرف بقى او انت كل شوية كده اتعقد العيال في حياتهم انت سمعوا لي اللي انا سمعتك دول عايزين في كل بدلة ستممت جنيه وهم تلاتة وما لدهم يا اخويا خلهم يمبسطوا وكل الفصل دفع الفلوس يا بابا لسا احنا التلاتة بس شفتي شفتي بقولك ايه عايزين الف وطمنمائة جنيه لهم هم التلاتة انا جب من اين استنوا يا ولادي استنوا ده انا فكرتلكوا فكرة عبقريب ايه تديني الفلوس بالاست لا يا سخيف عمال ايه يا بابا انتو تبقوا مدنيين وتلبسوا هدومك العادي عشان تبقوا مختلفين كده عن اصحابك وكده ويبقوا ويبقى كلهم بقى نفسهم يعملوا زيوكو مبلاش تهريك بقى يا اشرف بقى ودهم الفلوس بقى يدينهم انت يختمن معاك ما انت موظفة زي زيك الوقت الدهم يختمن معاك وبر من معاك على ولادك يلا يلا انتو هو يا ولا اسمع كلام ابوك يلا خلكوا مدنيين كده ولبسوا هدوم خروج عادي المشكلة يعني ايه كل ما نطلب منكو حاجة تقولوا لأ 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 انا عشا ديريك لا الواحد الكسف في وسط اصحابه دعوه حرام عليك زعلتو ما يناموا كده وهم زعلانين منك زعلوا مني ليه يا اختي انت المرضى تشتديهم في الاخر الفلوس انا مالي ايه كل مشكلة يا خوعد اطلع منها انت اقول انت السبب انت السبب والله انا شايف ان المدارس دي بقت حاجة صعبة خالص زي يقل بستة ومت جنيه طب احنا عندنا تلات اخوات ندفع ازاي ستة ومت جنيه كل واحد فيه ليه؟ هو انا عاد على بنك فعلا والله العظيم عندك حق مش معنى ان انا مدخل ابني مدرسة خاصة ان انا على قلبي تل فلوس لا والله ابدا انا بعمل جمعيات عشان ادخله مدرسة خاصة احنا احنا مش هنقدر نجيب لولادنا كل حاجة تطلبها المدرسة صعب صعب ان اجيبي كل عيل من عيالي 600 جنيه عشان نفع في الاخر 1800 جنيه معي شتى وفي الاخر عيلة تجي لهم عقدة ونفسيتهم تبقى وحشة احنا اسحابهم هيدفعهم وهم ملأ فحرام مالوش لازم